الأستاذ كريم يعني جزا الله خلينا أسأل عن حكم تارك الصلاة ويريد أن يعني يسمع أمه حفظها الله آه ما باله من باب ما باله أخوة من يفعلون كذا وكذا والله إحنا ننصح الأم وننصح جميع الأمهات وننصح جميع الرجال أن الإسلام عنوانه بعد الشهادتين هو الصلاة وتارك الصلاة على خطر عظيم فنحن ننصح النساء في البيوت وننصح الرجال وننصح الشباب وننصح الفتيات لا تترك الصلاة بحال إنسان لا يترك الصلاة حتى وهو يعني فقد فقد الطهورين لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم لا يستطيع أن يتيمم فإنه يصلي بصلاة فقد الطهورين لا يستطيع أن توجه إلى القبلة فإنه يصلي يعني حسب ما استطاع لا يستطيع أن يقوم يصلي هو قاعد لا يستطيع أن يقعد يصلي هو نائم لا يستطيع يصلي هكذا بأن يجري حركات الصلاة على قلبي فحتى في الحرب فالله سبحانه وتعالى لم يرفع الصلاة في الحرب لم يرفع الصلاة في الحرب هذا معناه أن الصلاة دي عنوان الكتاب يا جماعة والله إن من لا يصلي على خطر عظيم على خطر عظيم فإنه وإنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبيد نخلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله السلام وأول سؤال بيسأل عنه الميت الصلاة يعني قد تكون الحجة أو الحج يعني عنده أعمال خير كثيرة جدا لكنه لا يصلي لا يتفت إلى ذلك فإذا صلح الصلحة ما بعدها وإذا فسدت فسدت ما بعدها فنحن ننصح والله نصيحة من القلب لا تترك الصلاة الحجة تقوم الآن تتوضأ أو تغتسل كانت تريد الاختسال وتصلي وتعزم على ألا تترك الصلاة بحال حتى يتوفاها الله سبحانه وتعالى عنوانك يا حجة هو الصلاة لا تترك الصلاة بحال النبي عليه الصلاة يسأل أفضل الأعمال يقول الصلاة على وقتها الصلاة لأول وقتها فلا نعلم شيئا في الإسلام يساوي الصلاة فالنصيحة من القلب للحجة ولغيره صلاة أن يهدينا يا أجمعين يا أمي وقعلك كده تسمعي كده وتسمعين كلام فالدكتور متولي ويقع في قلبك موقعا ومنزلا وتقومي دلوقتي حالا تصلي العشاء يا رب يا رب قاليت التصلي بينا يقولون أنك صلت يا رب يا رب نفرح بيها والله إن شاء الله